اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تستعد مسالخ بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك حيث رفع جاهزية المسالخ إلى أعلى مستوى استعدادا لتلبية احتياجات الجمهور ومواجهة الطلب المتزايد المتوقع على ذبح الأضاحي وتعمل البلدية على زيادة كادر العاملين في المسالخ وتكثيف جداول المناوبات العاملين شاملت استعدادات البلدية تكثيف الرقابة على الحيوانات الواردة إلى أسواق المواشي والتأكد من خلوها من الأمراض بواسطة فريق أطباء بيطري ذو كفاءة من خلال وحدة فحص بيطري متكاملة مدعومة بمختبر مجهز ومختص وتقديم النصح والإرشاد البيطري لمراجعي السوق كما قامت البلدية بتوفير الكوادر اللازمة لزيادة عدد الحمالات التفتيشية على حظائر بيع الحيوانات في أسواق المواشي المختلفة ودعت البلدية أفراد الجمهور إلى تنسيق الأوقات على مدار أيام العيد وعدم التزاحم كما نبهت إلى ضرورة التزام الجمهور بعدم دخول صالات الذبح حفاظا على الصحة العامة ولتجنب انتقال الأمراض ووجهت بضرورة الحفاظ على الصحة والبيئة وذلك بالامتناع عن الذبح خارج المسلخ سيد الكرام أكيد إحنا أوجزنا كثير من الأمور في التقرير ولكن أيضا نريد أن نعرف زيادة عن مدى جهازية مسالخ بلدية أبوظبي لعيد الأضحى المبارك طبعا هذا العام ساد خميس الحمد في بداية أحب أشكرك أن تضاف على الاستقبال جهازية بلدية أبوظبي المسالخ تم توفير مساحات الخارجية مضللة بالكامل حيث نخفف حرارة نسبة الحرارة وذلك تم توفير الطباء وتم زيادة العدد للقصابين وتم توفير مساحات الليعبار عن الباركنات الخارجية أكثر حيث نتجنب الاستحام جميل طب مع هذا الاستعداد دكتور هناك مسؤولية كبيرة على الأطباء في هذا الوقت بالذات صحيح؟ تخبرنا عنها؟ طبعا الأطباء نحن غالبيتهم المداومين بيكونوا في عيد الأضحى عنا أقسام بتكون بتتابع المواشي الحيية اللي بتدخل سوق المواشي طبعا تكشف حي قبل الدبح بيكون وعنا أطباء بتكشف بعد الدبح بعد ما بيستنموا الأضحية وتعريبا إن شاء الله ما بتطلع أضحية إلا بتكون مكشوفة عليها صحيا أكيد طبعا هناك في بعض المشاكل التي تواجهها البلدية وواجهها العامة أيضا وهي الذبح العشوائي البلدية عندكم كيف قادرة أنها تتحكم في عملية الذبح الأجواء اللي تكلم عنها القصابين هذين يطلعون بشكل عشوائي خاصين في الشوارع؟ نحن أوردي عندنا دوريات قامت بتتجول حول المكان اللي هي المزارع أو أنه بالمحطة البيوت وها بدأ مسيطرة عليهم أو أنه تعرف إن هاي يعني ظاهرة خطيرة من أم جماعة ما يتحرون هاي الأمور سهلة بس إنها ظاهرة خطيرة لأن القصاب المتجول ما عنده خبرة أو كنظافة أو أنه أو أجهزة أو أجهزة اللي يستخدمها في الدبحة لأنه معقمة أو لا أو ما يعرف أنه ذبيحة شو مدى صحة الدباية صحيح طبعا هذا لا تأثير كبير نخبرنا أيضا عن مدى خطورة هذا الجائل طبعا الجانب الصحي أنت الأصاب الجائل الشخص ما بيعرف إنه مصاب بأمراض معضية أم لا وإذا كان مصاب لنعود مثلا إذا عنده انتهاب كبد وبائي وجرح إيده وهو يقطع اللحم لصاحب الدبيحة فهذا ممكن انتهاب الكبد وبائي ينتقل لأهل البيت أو للناس بيتعاكل منه أو الناس بيتعامل مع اللحم وهو الاستدازة أكيد في بعض الدبايحة أعتقد أن في كلها في أمراض ولكن مخزونة في معدتها أو في بعض الأماكن من الجسم وإذا رقيت في الهاويات أو هذه طبعا طبعا ممكن تنتقل لحيوانات في المنطقة أغالبية الناس بتتبح بالبيوت وبتاعي بيعطي الفشة بيطعمين الكلب اللي عنده وهذه كثير خطرة لأنه في بعض الأمراض بقلب الرئة هاي إذا أكلها الكلب ممكن ترجع لنفس سكان البيت تعديهم بأمراض الأكياس المائية بعض الناس اللي يعتمدون على دبح خارج المقاصب المختصة أو المذابح المختصة يعتقدون بأن إذا ما عرضت هذا اللحم لنار كفاية فأنت سيفقد كل الميكروبات أو الفيروس أو ما يكون فيه من ضرر هل هذا صحيح أو المعلومة هاي أيضا فيها بعض الشك إذا كان الخروف عفوا مريض؟ لا صحيح نعم 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 النار بتعقل كل شيء لكن ماكل الناس بتطبخ وبتعطي نار قوي يعني داريما حجم الكيلو جرام من اللحم بده داريما ثلاث ساعات ليوصل للمركز تبعه لحرارة فوق السبعين نعم جميل الأخيميس طبعا هناك آلية عمل خاصة في بوظبي في كافة المذابح خبرنا عن الآلية اللي إن شاء الله بتستخدمونا هذه السنة اللي إن شاء الله بتستخدم السنة هذه عندنا نحنا بيكون فترة الدوام من أول يوم العيد من بعد صلاة العيد حتى المغرب اللي هو ساعة سبعة ونصف تقريب سبعة ونصف بتكون عيدة الذبائح بلتما أود بيتم كشف على جميع الذبائح قبل وبعد نعم من طغم بيت طريق و توزيع الذبائح هل في كل مكان فيه أعداد معينة أو كيف عملية التوزيع لأنه توجيه الناس للمذابح نفسها نحنا لا عندنا جميع مساخة ببطبي بتستخدم أي كمية ما عندنا أي مشكلة مش محددين بالضبط ما عندنا أي مشكلة أي كمية بتين كم عدد تقريبا مسالخ عندنا في أبوظبي في الفترة الحالية فترة الحالية عندنا خمس مسالخ خمس مسالخ موزع على مناطق مختلفة من الإمارة على أساس الناس لا تكون في ضغطة على منطقة واحدة موزع جميل حاليا عندنا خمس مسالخ عبارة عن مسلخ شهامة مسلخ أبوظبي للجمهور وعدنا مسلخ بنياص وعدنا مسلخ الوثبة وعدنا مسلخ آلي أبوظبي الآلي جميل طب هذي المسارق فيه خدمات خاصة يقدمونها يعني مثلا نحن عرف أنه يتوفر ثلجي يتوفر فيه بعض الصناديق لتعبئة تلك اللحوم ولكن هل فيه توصيل المنازل أو مساعدة الناس على إيصالة ذبائح للبيت أو شيء؟ لا ما فيه توصيل المنازل حاليا بس نحن أود فيه 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 صناديق عبارة عن في اللين وموفيرهم الثلج حتى اللي بيطلع من مناطق بعيدة مسافة طويلة ممكن مالن الساعة وفما فوق فيه يحطون فثلجي ويؤدي دكتور أهم الشروط الصحية الخاصة بالأضحية يمكن للناس تعرف يعني الشروط الشرعية شرعية لكن أيضا هناك عملية صحية لابد أنها تكون الأضحية لابد أنها تكون مش مضرة لأن لم يكن من الخارج أيضا من الداخل شرعية طبعا الصحية بدي يشوف الخروف اللي بدي ينقيل المشتري أهم الشي يشوف حركة الخروف الخروف عبي يتحرك منه قاعد نعم ما يخلي صاحب الخروف أو البيع بدي يشده من شعره مثلا مشان يقدر ينفوه شوي بيّن أسما لازم يمسكه بيده يلمسه يشوف عيونه عيونه مش صفرة عيونه براقة حتى الشعر تبعه بيكون براق نعم ممكن يلمسه من عند رأبته من هون ممكن كمان ما يشوف فيه أي أفرازات من الأنف هي بتدل على وجود أمراض نعم فهذه أمور سهلة كتير بسيطة ممكن يلم فيها المشتري يستطيع الشخص أن يلم فيه طب ماذا عن الغش؟ هل وجهتم في السنوات الماضية أن هناك عمليات غش في عمليات الزبح؟ أو عمليات أيضا عمليات البيع؟ في السنوات لا نستطيع أن نتحدث أن هناك غش أو هذا كل ذبائح لأنه يقول الزبائح التي نأتينا أو الطبين يفحصونها لا يفحوصها وإذا يتند فيها أي الزبائح التي نبرع يمكن فيها مرض أو شيء تعدم على طول نعم طب دكتور في حال أن أحد اشترى تبيحة في المسلخ نفسه ودخل فيها هل الدكتور يعاينها وهي داخلة ولا يعاينها عقب الدبح؟ لا طبعا في عنا كشف البطري قبل الدبح قبل الدكتور متخصص يشوف الميزات اللي قلت لك عنها نعم بشوف حركاتها بجوف كذا وخاصة بيركز على موضوع الطفيلات الخارجية في أيام الصيف دائما متنتشر موضوع انتشار القراد اللي هو من طفيلات خارجية وحاليا هو بينقل كتير من الأمراض للإنسان نعم فهذه بيأكدوا عليها الأطباء كتير ومن ناشد حتى المزارعين اللي بيربوا ببيوتهم وبدن يجيبوا للدبح أو بمزارعهم يعني يتأكدوا أنه هنه عاملين مكافحة للطفيلات الخارجية اللي هو القراد اللي بنقول على سبيل المثال المرض الأمراض اللي هو مرض حم القرم نعم الكونغو النسبية اللي هي بتوصل لنسبة وفيات عند الإنسان الأربعين المئة نعم فهذه يتأكد دائما ويخبر العامل عنده أنه أنت رشيري الطفليات نظفتها ويشيكوا دائما على الغنم متى يتثم عملية الرش أو عملية الحيط؟ لازم تكون في أيام خاصة أيام هذه الصيف لازم تكون تقريبا كل أسبوعين كل أسبوعين يكون عابيرش عنده في المزرعة طيب الآن في مشاكل أكيد تواجهكم في كبلدية في المسالخ في هذه الفترة المزدحمة أو الحمد لله الأمور طيب الحد لا الحالي نحن نحن نعود ما عندنا أي مشاكل بخصوص الأزدحام بس نحن دوم نوجه المضحين أنه مايون يعني فترة العيد أو فترة الأضاحي اللي هي ثلاثة أيام يقسمونها يقسمونها يعني أنت عندنا ما شاء الله الكلي أول يوم ويصوح بدري نعم من بعد الصلاة الكلمة تواجه في المزرعة فتستعدنا أول أربع خمس ساعات ستحام شديد فنحن من يعني نصحهم أنه خلاص يأخذون مدعا الفترات تعب راحتك وقت لتشوف المناسب لك نكتب تتبع طيب حملات أكيد عندكم حملات أوعية صحية صحية طيب طبعا نحن نركز كثير على توعيد الأصابين الموجودين في عنا في مسالخنا وتوعيد الحمالين بالأمور الوقاية الشخصية والأمور أنه الدبح إذا كان في منهم مثلا حد يقال له تعالد بحلي في البيت أو كذا من وعيه دائما بالأمراض ممكن يتعرض له ممكن يأزي الشخص الثاني طبعا أصابين غالبيتهم مفحوصين دائما دوريا فما منخاف إذا كان عنده أي شيء فالدكتور فورا بيشوف أي ملاحظ أي أصاب مثلا في حرارة في شيء دائما بعده عن أمور طيب في أنواع أضاحي محصورة عندكم أنواع مهينة هاي السنة أو هيك المتعرف عليها يعني ما في شيء محصورة مفتوح دائما أضاحي زي الحب عندنا ما شفنا في أنواع كثير في أنواع كثير لكن مثل شو عندنا هاي السنة الأغنام المحلية موجودة النعيم والنجدي هذا متوفر تقريبا بمزارة المحلية في بعض الأغنام المستوردة إجابة الأغنام الهندية طبعا الأستراليا متوفرة بكسرة في بعض الأغنام الجورجية والسودانية هاي بتجد دائما بأعياد الأضحى لأنه هي بتشبه النعيمية طب هاي فحصها يمكن على البلدية يمكن عليكم دور أكبر من هاذا أنكم تفحصونها على الحدود تنفحص وليس تنفحص مع مدخل الدولة تقريبا يعني ما في شي بيدخل الدولة إلا تكون عندنا مفحوص من خارج أيوة وزارة البيئة لأنه سمعنا أنه في فترة من الفترات كان فيه نوع من المواشي توقفت خارج الدولة لم يدخلوها يعني لم تدخل الدولة وعيدة يمكن دانها تم اعدامها يؤخذ عينات دم من جميع المواشي اللي تدخل الدولة جميع وأي شي بيطلع إيجابي بيرفض الشحن كلاته وزارة التغيير المناخي أكيد خميش وفي عندنا فحص نحن بالمسلخ كمان نفس المواشي هذا الفحص يعني مر يمكن أن نكلم عن دبيحة مر بثلاثة فحوص أيوة فحص قبل الدخول وفحص أيضا قبل عملية ذلك وعيدة يدخل على السوق المواشي وعيدة يدخل على المسلخ نعم المواشي الكبيرة يعني مثل لبل والله عزكم من الجديان وهذه أيضا في نفس المذابح التم ولا في لهم أماكن خاصة نحنا لا يستوعب المذابح عندنا كل شي يستوعب كل شي بس نحنا عدنا الجمال في المسلخ الواثبة واثبة بس والإبل واثبة عندنا ما فيه مشكلة ما فيه بس من بعد الساعة 12 عقب الساعة 12 أي يعني أيضا اللي عنده ذبيحة كبيرة يأخذها على الواثبة أي الواثبة لأنه متخصص مسلخ آلي حديث نعم فتذبح الجمال بطريقة سهلة جدا والزبون بيكون قاعد بصالة مكيفة وفي عنده تقطيع بيأطعوله يا في أجهزة بتقطيع فتذبح الإبل كتير سهل في مسلخ الواثبة بعض الناس يبدؤون عفوا ممكن السؤال شوي شرعي ولكن فيه كثير من الناس يقول لك يعني أنا أريد أن أدخل أذبح ذبيحتي بنفسي فالقصاب عامة يذكر الله يقول له تعال هاي ذبيحتك ويخليه يشوفها وهو يذبحها هذه الناس نحن نقولهم هل هذا كافي أو لأن بعض الناس يتشد أن أنا أريد أن أذبح وأسمي وأكبر بنفسي فشواء كنت عملهم معهم هذه ما أجتنا كتير يعني صار للناس فيه وعي فيه وعي فيه وعم نحلى لحنين أنه عم نختم رقم الأصاب على نفس الإيصال اللي بيسلمنا فيه الدبيحة بجميع فبينما يصل الأصاب اللي يذبح الدبيحة بيكون المشتري أو المضحي وصل لصالة انتظار الجمهور في عنده الشباك واضح فورا بيشوف رقم الأصاب بيشوف دبيحته مع رقم دبيحتنا وآخر شي بيتحط استيكر برقم دبيحته على الدبيحة أكيد طبعا خيميس توجه كلمة للجمهور طبعا أو كل من إن شاء الله بيأدي هذا النسك في هذا العيد والله أنا أتمنى من الجمهور أن لا يستعيون في عامية الدبح لأن الأول جليل مضد لك العيد ثلاثة أيام ثلاثة أيام يعني نضمون وقتهم ويوم براحلتهم أكيد وخدمة موجودة الحمد لله وخدمة موجودة وأتمنى منه بخصوص الدبح لخارج المسلخ يعني أمكن الجمهور مشعار مدى خطورة الموضوع فأتمنى منهم أن لكل أي شخص يبأي ذبح أو يضحي يلتزم وإنه مسلخ جيد دكتور حتى من نواحي بيئية الذبح خارج المسلخ نواحي بيئية هو يلوس البيئة النظيفة اللي هي الدولة عم تحاول كتير تصرف عليها لتعطينا بيئة صحية نقدر نعيش فيها على ذكر المثال الازدحام عنا لحنا العيد الماضي من الساعة سبعة تقريبا للساعة 12 عملنا 3290 دبيحة تقريبا تعريبا 90% كانوا للساعة 12 وباقي تقريبا 10% لين بعد الساعة 12 فلو يتوزعوا ما بصير ازدحام بالمسالة طبعا حتى لو أنك حاولت أنك تسبق شوية وتروح بدري لا الأمور بعد بيكون فيها زحمة طبعا ووقت محدد ووقت الدبح محدد من 20 ل 25 دقيقة الدبيحة يعطيكم العافية مشكورين مقرسلت وإن شاء الله أتمنى أن يكون الرسالة وصلت وفعلا الجمهور يعي أن هناك أهمية لعملية الحضور وهناك أهمية أيضا من ناحية الصحية وبالتالي الجميع يكون فيه أمان وآمن شكرا لكم إن شاء الله الله أحفظكم يرام مشاهدنا كل الشكر للأستاذ خميس سعيد السويدي رئيس قسم المسالخ بالإنابة والدكتور أيضا الرئيف وليد أرنقوت الطبيب البيطري كانوا معنا في حوال المساء فاصل